موسيقى جبهة مطار بوظهور العسكري لا تهدأ فبعد سيطرة الثوار مؤخرا على قريتي الحميدية شرق المطار وتلسل مغربا تمكنوا من تحرير تلة الكفير ما يجعلهم على بعد أمتار من بوابات المطار الأمر الذي يشدد الخناق على قوات النظام بداخله موسيقى الثوار أعلنوا عن بدء معركة تهدف للسيطرة على المنطقة الواصلة بين إدلب وخطوط إمداد النظام في الساحل قاموا خلالها باستهداف مراكز وتجمعات قوات النظام في مدينة أريحة ومعسكر المصطومة بقذائف المدفعية والصواريخ محلية الصنع ما أدى لسقوط قتل وجرح في صفوف النظام بالتزامن مع اشتباكات على أطراف بلدة الفوع الموالية طيران النظام الحربي بدوره لم يغب عن المشهد حيث ألقى عددا من البراميل المتفجرة على بلدتي لهبيط والتمانعة إضافة إلى مناطق أخرى في قرية أم جرين بمحيط مطار أبو الظهور في محاولة لمنع الثوار من التقدم باتجاهه خاصة بعد سيطرتهم على تلة الكفير الحال نفسها في بلدات خان شيخون وبليون وكنصفرة وحزارين التي تعرضت لسلسلة غارات جوية من الطيران الحربي للنظام ما خلف دمارا كبيرا في المنازل السكنية دون ورود أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين ترجمة نانسي قنقر